بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرة كنت قادة على البحر عادي جدا لا بيقول علي لقيت واحد داخل علي ومعه وفة كبيرة وبيقول لا معي سمك وقاروس وطازة وليس اطلع من البحر ومش عارف ايه وبتاع وانا اصلا مركب بتاعتنا ركن هناك اهي وانا عايز ابيع السمك ده عشان بتمن اجيب فطار للسوادين اللي معي ومش عارف ايه تاب وريني عم السمك اللي معك اللي معي سمك قاروس وطازة ماشي بكم بستين بخمسين باربعين قاعد ايه فاصل مع نفسه انا اصلا مبتكلمش هو عمال ينزل نفسه كله مانين متردد ايه يفاصل شوية ويجر الرجل بكلام حلو ومش عارف ايه وبتاعه المهم انا ماخدتش خوانا واشتريته تمام لما روحته وبنعمل السمكة وبتاع ليتها ايه مانينها شوك كتير وسفة وطبعا مش ايه مش ده مستوى الاروس واللي احنا عارفينه عن الاروس يعني وان دخلت على النت وسريشته وبتاعه عرفت بقى ان دي اصلا قصة غش يعني على طول الناس بتعملها ايه بقى قصة الغش دي ان في بعض من البيعين كلها قليلة بصراحة يباع لك سمك السلفر على انه سمك اروس طبعا عندي نوع من الاروال غش وقال الرسول صلى الله عليه وسلم نغشنا فليس منهم يفعش انت تبع لي سلفر على انه ايه اروس طيب انت عشان خطر بعد كده عشان تتفادى اه حاجة زي كده لازم تبع عارف شكل سمكة الاروس كويس اه ازاي اولا هي مميزة جدا بزعنفتين ادي الزعنفة الاولانية وادي الزعنفة التانية يبقى ايه ايه ضهرها كده ايه في زعنفتين دي الحاجة التانية ان سمكة السلفر بقى صغير بقى دايق لكن دي ايه بقى واسع جدا ليه بقى لان هي من اسماكة كاتشفش اه اللي هي لقى عشان تصطدها لازم تقنع عن هي اللي بتصطد مش انت بتصطدها فانت اما تقنع عن هي بتصطد فروح ايه اتهجي مع الطعم ايه وتبلعوه طبعا بالنسبة للاكل انا بحبها جدا اكلها سنجاري بس طبعا فيه ناس بتحبها تاكلها بطرق تانية ومش هنختلف يعني اروس سمكة من السمكات الجميلة جدا وصلى عنها بصلى